لكن خيانا نروح دلوقتي نشوف تدريبات الفري الأول لكرة القدم من نادي الأهلي مرسلنا العزيز شريف شعبان هو متواجد دلوقتي في ملعب التتشيا شريف نصبح عليك أنا وكريم وأستاذ خالد صباح الخير صباح الخير أنا هوند وصباح الخير كريم أستاذ خالد الإتريبي طبعا صباح الخير وكل مشاهدي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان طيب أنا أكيد طبعا عايز أتابع معك التدريب والكلام ده كله ولكن أنا عايزة أروح معك لكم نقطة سريعة جدا يا شريف يعني مبدئيا عايزين نطمن الجمهور دلوقتي اللي بيتفرج علينا الكواليس إيه هي الحالة المعنوية والنفسية للعيبة مدار ما بين موسيماني والفريق لو لديك أي تفاصيل خاصة بهذا الأمر يعني اتفاضل يا شريف يمكن بعد انتهاء بالأمس مباراة الأهلي وطراءة الجيش وفوزة النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف بلاس تسعين النادي الأهلي بلاس تسعين في كل مكان من اليوم مبروك لي طبعا والكل جماهير والنهاردة مستر بيتسو مسماني دون راحة طبعا استعدادا لدور أو مباراة أفريقية فيتا كلوب الكنغولي اللي هيكون يوم السبت الساعة التاسعة مساء تدريب الصبح دون راحة الساعة 11 الصبح ممكن بدأها بمحاضرة فنية مع اللاعبين يمكن مستر بيتسو مسماني كان باين على وجهه عدم الرضا على شكل أداء الأهلي بأمس ويمكن محاضرة استمرت حوالي 20 دقيقة يمكن كان فيها محاضرة قوية جدا من مستر بيتسو مسماني كان فيه إجهاد كبير في سفريت تنزانيا درجة الحركة كبيرة جدا في سفريت تنزانيا الرطوبة كتعالية جدا الرحلة كتمرهقة جدا على لاعبي النادي الأهلي وطبعا أعطاهم أو أدهم يومين راحة علشان خاطر يتفادى هذا الإجهاد ولكن لسه الإجهاد موجود عند لاعبي النادي الأهلي بإذن الله الفترات القادمة يتلاشى مع تواجدهم طبعا داخل مصر يمكن الرجل عمل محاضرة قوية جدا مش عاجبوا الأداء مبارح وطلب اللاعبين بأداء أقوى في الفترة المقبلة طلب اللاعبين بالفوز في المباراة القادمة لا تقبل القسم على اتنين طلب اللاعبين بأداء قوي طلب اللاعبين بفوز في مباراة يوم السبت مش عاوزين يخش أو قال لهم مش عاوزين يخش في حسابات لازم أفوز أو أحرز هدف بدري عشان درسائل المباراة لازم الأداء يكون أحسن من كده هبدأ أستعين بلاعبين خارج اللي ما بلعبوش معاه فترة هبدأ أستعين فيها في الفترات المقبلة يمكن نحذر اللعبات كثيرة ويكون لها صداها بإذن الله في التمرين اليوم التي سيبدأ من خلفي بعد قليل ومن بعدها الأشخاص اللي سي استعمل فيهاالفترة المقبلة لمباراة فيتا كلبة أطمنت وطمنت جمهير الدougالي الأهلي بس كان مجهد ومضغوط في الفترة السابقة بإذن الله بإذن الله الفترة القادمة بإذن الله معوت الإصابات يكون الأهلي ليه شكل أحسن ويكون الأهلي ليه نتائج أحسن في الفترة المقبلة الخبر المفرح اللي شفته وساعدته من خلفي منذ قليل المحوم متولي العائد من الرباط الصليبي هينزل النهاردة يشارك في بعض فترات المران بدأ يرجع واحدة واحدة بقوله ألف مليون سلامة وليد سليمان علي معلول الفترة مقبلة بإذن الله يكونوا موجودين مع الفرقة الأجواء كلها كويسة بإذن الله وبإذن الله بإذن الله كون التوفيق بس مع موجود مع لعيب النادي الآلي ويكون اللي جاي كله انتصارات بإذن الله نهاردة التمرين خفيف طبعا كريم نهواند سوس خالد نهاردة التمرين خفيف طبعا بعد مباراة مبرح قوية جدا مع فريق كبير هو فريق طلاع الجيش اللي بيمتلك لعبين على أعلى أعلى مستوى طبعا وجهاز فني كبير نهاردة التمرين هيكون خفيف هنشوف بقى مستر بيتسو موسماني بكرة يا قرى الراحة ولا لا هنعرف بعد نهاية المران هنطمئن بعد نهاية المران مع الدكتور خالد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي عن حالة المصابين اللي ممكن يلحق مباراة فيتا كلوب اللي هتكون يوم السبتمين اللي ممكن يلحق وليد سلمان يلحق ولا ما يلحقش يعلم عنول يلحق ولا ما يلحقش هطمئن بعد نهاية المران نشوف الدكتور أحمد أبو عبلة طبعا رئيس الجهاز الطبي ولكن كل المؤشرات بإذن الله بتقول بإذن الله إن القادم أفضل بإذن الله لكل لعبي النادي الأهلي كريم نهواند أنا معاك ولو فيها أي استفسار أنا عندي نقطة أخيرة سريعا جدا يا شريف مبارح شفنا تقلق كبير جدا بعد عودة أكيد أغاية وزي ما احنا كنا بنقول والنقاد حدثوا يعني مبارح أغاية بصراحة كان بيلعب مدافع بيلعب مهاجم بيلعب بايميكر وتقلق بشكل كبير جدا كيف هي الأجواء بقى النهاردة لما جاء التدريب الكلام اللي دار ما بينه ما بين اللعيبة ما بينه ما بينه ما بين موسيماني خلينا برضو نطلع الناس عن نقطة دي ممكن أجايه من أول دخوله بوابة النادي الأهلي في الجزيرة فرحان جدا اللي بسمع على وجهه طبعا أحرز أهداف ظهر بشكل متميز جدا في مبارات الأمس يمكن أجايه قبل بترحاب شديد من لعب النادي الأهلي وهنو على الأهداف أجايه لعب كبير جدا ورجع من إصابة بعد فترة غياب عاوز يعود كل فترة غيابه الأجواء كويسة مع أجايه وكل لعب النادي الأهلي ولكن مستر بيتسو موسيماني مخاصش النهاردة لعب فقط على حدة أو أتكلم مع لعب أتكلم مع كل المجموعة يعني بلغة قوية جدا يمكن مستر بيتسو موسيماني من النادر أن يتكلم بشكل قوي جدا النهاردة في المحاضرة كان كلامه كان باين جدا زعله من أداء لعبي النادي الأهلي عموما نتفاقل المرحلة المقبلة وبإذن الله عندنا ساقة كبيرة جدا في لعب النادي الأهلي لعيب على أعلى أعلى مستوى في كل مكان النادي الأهلي بيمتلك لعبين على أعلى مستوى بإذن الله يا ربنا يوفق مستر بيتسو موسيماني في تشكيله أو أعداده لمباراة قوية جدا مع فيتا قلب وبإذن الله الأفضل يكون خير للنادي الأهلي وبإذن الله يكون يوم الساقة كبيرة جدا في كل لعب النادي الأهلي بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي بإذن الله يوم السبت بإذن الله ترجمة نانسي قنقر